بعدما توغلت ببطء من هذا السياج لاستكمال أهدافها المعلنة ضد حماسة تتسارع الخطوات الإسرائيلية الآن في صباق مع الزمن بعدما بدأ الرأي العام الدولي يتأرجح بين الدعم والهجوم بسبب إطالة أمد الحرب إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أعرب عن خشيته من أن تفقد الحرب شرعيتها مع الوقت خاصة بعد رصد تغيير في خطاب المسؤولين الأمريكيين خلال الأيام الأخيرة لدى إسرائيل أسابيع قليلة للقضايا على حماس حتى لا يتحول التعاطف الدولي والأوروبي إلى هجوم الدول الغربية تشعر بالقلق بشأن مواطنيها المحتجزين لدى حماس نحن نخسر الرأي العام في أوروبا وفي غضون إسبوعين سنبدأ في خسارة الحكومات الأوروبية أما في الداخل الإسرائيلي المشتعل أصلا فقد ازدادت فيه الضغوط السياسية على نتنياهو وهو ما ظهر جليا في تظاهرات خرج فيها الآلاف للمطالبة بإنهاء الوضع الراهن واستعادة الأمن وإعادة الرهائن الإسرائيليين وبالنظر إلى الحروب الأخيرة لإسرائيل في المنطقة نرى أن تاريخها يشير إلى حروب قصيرة الأمن إذ استغرقت حرب لبنان التي اندلعت عام 2006 أربعة وثلاثين يوما ثم حرب غزة 2008 واستغرقت 23 يوما وفي 2012 حرب عامود السحاب كما أطلقت عليها إسرائيل واستغرقت ثمانية أيام فقط وصولا إلى حرب عام 2014 في غزة واستغرقت 55 يوما ويبدو أيضا أن الحرب الحالية لن تطول كنظراتها إذ نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نأفذة الحرب لن تكون مفتوحة إلى ما لا نهاية وإن الوقت محدود أمام إسرائيل لتحقيق أهدافها المعلنة